في حالة استنفار من أجل خروج لائحة بشكل محترم عايز حدك تضعنا في الصورة الآن بعد تلقي 3500 مقترح بعد تعديلات اقتربت أو زادت عن 50 بندوى مادة بعد اكتمال الليحة في شكلها الأساسي إيه الخطوة اللي جاية حدك تضعنا في الصورة يعني هبدأ الأول بس ليه الحراك المجتمعي وليه الاهتمام العالي اللي موجود من كل أطياف المجتمع بليحة النادي الأساسي النادي الأهلي تاريخه صنعه وأبنائه بقعدته الشعبية العريضة بمساهماته في كل الحركات الوطنية على مدار الزمن من لحظة إنشاؤه النادي الأهلي هو النادي اللي بيدعم كل المنتخبات الوطنية النادي الأهلي الأبطال الأممبيين في تاريخ مصر على رأسهم دايما بيكونوا من أبناء النادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي له الدور الأساسي في تأسيس تقريبا كل الاتحادات الرياضية في مصر فهو ده ندي الأهلي عشان كده فيه اهتمام غير طبيعي من الجميع بالايحة النادي الأهلي بنكرر تاني اللي هي خريطة الطريق اللي مشين عليها اللي الحمد لله لقد قبول من المجتمع المصري إن الحالة الأولى من نوعها في تاريخ الأندية الرياضية أو اتحداثني يتم طرح لائحة على أعضاء الجماعة عمية بحيث أن الأعضاء كلهم يدل بدولهم فيها وعلى المفكرين والعامة للنادي الأهلي ملك المجتمع المصري كله كنادي أهلي بتاريخه الكبير كان لافت إنها أرسلت لكبار الكتاب والنقاد وبعض الرموز اللي حتى ما عندهمش عضوية في النادي الأهلي ولا تصويت لكن كان كابتل خطيب مجلس أدراح حريص علي أن يستعين بكل الخبرات الممكنة وستطلع الأراء حيث ما كانت استصار لمعرفتنا التامة بقدر النادي الأهلي إنه لازم يبقى كله يشارك في أراءه في اللي حل بتميس النادي الأهلي اللي هو كان الكبير اللي موجود في مصر والمنطقة في الإقليم كله يعني في حاجة جميلة كمان حصلت فيها يمكن ذكرها الأستاذ إبراهيم حجازي في مقاله ويوم الجمعة صحيح اللي فاتت دايما هو التصويت وده اللي هيحصل إن شاء الله يوم 28 هتصوت على اللائحة كاملة يا بالإيجابية بالرفض مش تصويت بند بند هو ده الإسلوب القانوني والمتبع في التصويت على اللائحة اللي التبع دوت وكأننا بنصوت على بند بند من بنود اللائحة ووضعتها الجمعية العمية في النهاية اللائحة وضعتها الجمعية العمية وبرضو يعني يذكر في الحالة دي إن احنا أول ما بدأنا في خطوات اللائحة ووريت على مجلس الإدارة وتعرض خريطة الطريق اللي هي الحمد لله لقت قبول من الجميع في طريقتها الديمقراطية الجميلة كان صاحب الاقتراح سايتها بكل المراحل دي كان كابتن محمود الخطيب على فى صحيح يعني الحالة دي بالذات اللي هي الخريطة نفسه بالأسلوبة اللي هو عرضوا علينا اللي هي عايزين الجمعية عمية تبقى هي اللي حطها لها والحاجة التانية عايزين إن أول جمعية عمية عادية لينا في خلال تولينا مجلس دارة اللي هي توقض إن شاء الله نهاية أكتوبر المقبل نهاية أكتوبر أو نوفمبر إن الجمعية دي توقض على ليحة النادي ما توقضش على الليحة السترشدة فهو ده سر برضو إن إحنا السنة دي اشتغلنا جامد جدا خلال الشهور الماضية بإصرار إن شاء الله إنه يكتمل نظام الأساسي للنادي وده تساقا كمان مع العهد اللي قطعوا على نفسه إنه في غضون سنة هيكون انتهى مجلس دارة من إعداد ليحة سستاري بالزبط وأهميته برضو أنظام الأساسي للنادي الأهلي ده حاجة تاريخية للنادي يعني يبهرك يعني إمبارح وإحنا عاديم مشغالين النادي الأهلي فيه سجل في كل وثائق فيه حاجة بخط اليد يعني ما شاء الله حاجة كده تاريخ كنوز تاريخ اجتماعات الجماعة عومية أو جماعة عومية انعقدت في 1916 أو الاجتماع المجلس الإدارة تواريخ كل مجلس دارة بسجلاتها بمحاضرها موجودة محتوى بها جوه النادي دور النادي الوطني على مدار تاريخه مذكور فيها سقف حرب أكتوبر في خلافه على مدار التاريخ هو جزء أصيل من تاريخ مصر انبهارنا برضو وإحنا في اللجنة الأنبية في الزيراليهم لما لقيت فيه المتحف بتاع اللجنة الأنبية وموجود فيه أول محضر لتكوين الجماعة لتكوين اللجنة الأنبية المصرية كانوا نعقد في النادي الأهل 1900 وكام؟ 1932 أو 30 عطا حاجة وحتى شفت الدبوس بتاع اللي هو البيل نفسه بتاع البدلة بتاع النادي الأهل الأديم أوي ومختبس من عالم مصر في الفترة دي فحاجات كلها لون الأحمر نفسه كان بدايته هو من عالم مصر فهو دي النادي الأهل اللي هو عشكيها تماما كان في برنامج مكثف ومضغوط برنامج مكثف ومضغوط تستاري اجتمل على ورش عمل لقاءات مباشرة تلقى اقتراحات بالإيميل وباليد ومن خلال المواقع الموجودة في مقارات النادي الأهلي المختلفة ثم اللقاءات عائلة الأهلي اللي عقدها المجلس والليحة مع أعضاء النادي سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ خزايد تلقيت اقتراحات لتسعة تسعة ثم عاكفت على طول لجنة الصياغة على الإعداد وأنا عايز تأذن لي أني أوجه لهم خالص شكر والتقدير مجموعة اللي كانت بتصهر نشتغل 20 ساعة في الأيام الأخيرة وبلغوا تحياتنا وسلامنا مشارق أسامة يبقى شقيق الأساس طريق أحد من الأهلوية الحقيقة اللي الواحد يفخر بانتماؤهم للنادي الأهلي رجل قضاء من طراز رفيع ورجل منتمي للنادي بكل كيانه مستشار علاء أنديل أيضا حاجة شرة في الحقيقة وعنده خبرات عريضة جدا في مجال أعداد اللوايح ومعهم الأستاذ محمد فتحي مدير الشؤون القانونية ومستشارنا للشؤون القانونية في النادي الأهلي بالإضافة طبعا للعالم الكبير المستشار محمود فاهمي رئيس لجنة كان في حد تلف لجنة الصياغة موجود من المستشارين والقضاء اللي هم متواجدين هم أبناء النادي الأهلي وفي نفس الوقت هم بيعملوا وبلا أي أجل طبعا يعني هم دي دي هو النادي الأهلي اللي هو بيستوى بجميعه والنادي الأهلي نفسه بالنسبة لكل عائلة الأهلي حاجة تقدر يعني أنا عايز نقف محمد فاهمي يعني بدأ من البداية وهو له في اللجنة وله تاريخ في النادي الأهلي مشرف يعني دي رمز من الرموز اللي بناتاز بيها طبعا فكل النادي الأهلي يعني اشتركوا رموزه وأبنائه في وضع اللائحة فنفس الوقت الورش دي كانت حاجة ممتازة الورش دي كان فيه ورش كان فيه ورش المرأة كان فيه للشباب كان فيه للرياضيين كان فيه للمثقفين والمفكرين كل الأطياف المتواجدين والقانونيين الاختصال فاروه دعم الروش ده غير طبيعي حاجات كتيرة قوي كان بحيس وكل ما فيه ورش فيهم إلا ما تدون المقترحات وتشاف إيه اللي يتلائم لصالح أعضاء الجماعية الأممية للنادي الأهلي وفي نفس الوقت يلائم القانون والتشريعات والمصاق الإلمي ليس لنا غرض كمجلس إدارة النادي الأهلي في هذه اللائحة غير النادي الأهلي أعضاء جماعية الأممية فيش أي غرض تاني يا حك لو بصت إن شاء الله اللائحة في ثوبها النهائي هتلاقي حاجات تفصيلية كتير جدا بتفرض قيود وواجبات على أعضاء مجلس الإدارة يعني ما كانتش موجودة في لوائح قبل كده وتعظم من دور الجماعية الأممية وتعظم من دور الجماعية الأممية يعني الحاجات اللي أخذها بإجمالها اللائحة الاسترشادية لا بتفاصيلها بقى وبنود كتير جدا بتلزم كمان واجبات على أعضاء مجلس الإدارة ممكن نقف أمام بعض الأمثلة سيدا وعظيم دور الجماعية الأممية يعني مثلا بند التفسير الخاص بالتعديلات اللي ممكن تجرع على اللايحة أصبح الحق ممنوح للأعضاء طبعا لجنة شؤون العضوية وإن شاء الله هنعمل فيها لقاء خاص مع الأساس البرامي الكافر وإن ده فيها كلام كتير جدا ومنحة الحقيقة الأم والزوجة مزايا عظيمة جدا وممكن نقول مختصر ونتكلم حتى على المقارنات باللايحة الاسترشادية والتعديلات اللي هي لأن فيها تعديلات حصلت على المشروع اللي احنا نزلناها وفيها فروقات جوهرية بين اللايحة الاسترشادية أصلا مطبقة حاليا واللي احنا بنحث الأعضاء أن هم يوم 28 إن شاء الله سبتمبر يكون متواجدين في النادي وأن يكون العدد لا يقل عن 12500 لو يستوجبوا نعقاد الجمعية صحة الجمعية هيزيل إن شاء الله عشان يبقى لنا اللايحة اللي أفضل بكتير جدا الحمد لله من اللايحة الاسترشادية ما أقول التعديل لي من وضعوها لكن دي كانت موضوعة لكل الأنبياء الخصوصية اللي عنده فوق 100 ألف